شهدت كاركوك خلال الأسبوع المنصر من ارتفاعا في عمليات الخطف والقتل والسلب حيث عرب المواطنون عن قلقهم وأشار الكثير منهم إلى ضرورة إنهاء مظاهر التسلح داخل المدينة التي باتت مصدر خوف للجميع والله بالنسبة للوضع الأمني هذه الفترة صار كل جموزين بكاركوك قتل سرقة سرقة سيارات تسليب بالألف شوف مدنيين سعين أسلحة ما تعرف يا حرام يا من الدولة كل المسؤولين كل أصحاب الأموال كل شخص في كاركوك مهدد ومعرض إلى مثل هذه الحالات لذلك يجب على القوات الأمنية أن تستنفذ جهودها وتعتمد على الجانب الاستخباري بشكل أكبر نحن كمواطني في محافظ كاركوك لربما سيكون هناك حمل سلاح بأيدينا للحفاظ على أنفسنا في هذه المحافظة سياسيون تركمان أكدوا أن عمليات السلب والقتل تتركز في المناطق ذات الأغلبية التركمانية وتستهدف المواطنين التركمان الذين كعادتهم لا يحملون السلاح مما جعلهم هدفا للعصابات المتنفذة التي ازدادت منذ ظهور داعش عام 2014 حاليا في كاركوك ومنذ 2003 التركمان المستقلين لا يمتلكون الأسلحة في بيتهم ولهذا هناك عصابات خارجة عن القانون ومتنفذة تعمل ليل نهر في كاركوك لسلب وقتل المواطنين التركمان الأبرياء إدارة كاركوك طالبت المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية للقبض على هذه العصابات مشيرة إلى أن عمليات السرق والقتل تحصل في الكثير من الدول وأن الحديث عنها مبالغ به ولا تختصر على كاركوك طبعا عمليات الخطف والقتل يكبر أكثر من حجمها هذا يحدث في كل مكان يحدث في شيكاغو في نيويورك في واشنطن في كل مكان نحن نتابع هذه المسائل وبالجدية اجتمعنا في اللجنة الأمنية يوم قبل أمس شرطة كاركوك أكد أن عمليات القتل والسرقة تستهدف جميع المكونات وأن العمل جار باستمرار للقبض عليهم معلنة عن انتشار واسع للأجهزة الأمنية خلال هذا الشهر هناك حالة استنفار أمني في محافظة كاركوك لمدة 30 يوما هذه إجراءات من نصب سيطرات وكذلك من نشاطات أخرى من مداهمات في المراتق التي يشتبه بوجود أشخاص غرباء فيهم أو أشخاص متهمين أو أشخاص مشبوهين يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي طالت كاركوك أيضا انعكست أمنيا على الأوضاع هنا بشكل سلبي سوران الدودي الحرة كاركوك ترجمة نانسي قنقر